بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير ربي يعطيكم العافية جميعا طلابنا حبايبنا اليوم إن شاء الله وعلى بركة الله رح نبلش معكم اللي هي بآخر موضوع عنا بهاي الوحدة اللي هي عملية البناء الضوي بعد ما خلصنا عملية التنفس الخلوي بكامل تفاصيلها وأيضا بكامل حساباتها فاليوم إن شاء الله رح نبلش بالبناء الضوي نعطيكو شوية تفاصيل كفهم بعدين نبلش بهاي الحسابات نعطيك كيف ممكن يجيك بالامتحان الوزاري وشو أسئلتي الوزارة اللي إجت على خلينا نقول عملية البناء الضوي والتنفس الخلوي تمام شباب يلا بسم الله وعلى بركة الله قبل ما نبلش شباب الله يرضى عليكم لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب وأيضا تبعث هاي الفيديوهات لكل زملائك فالدال على الخير كفاعل وشباب يلا تعالوا بشكل سريع و للعملية البناء الضوئي أستاذي إذا ف develops العملية البناء الضوئي لسي ما أعطيتكم بالحصة الماضية وقال لك هل عملية البناء الضوي تكون في النباتات وiğiمال على تصنيع اللي هو سكر الغلوكوز وقال لك انه دائما النبات هو ذات التغذية فإحنا فعليا غير ذاتيين التغذية يعني بنعمل عملية تنفس خلوي فإحنا بنعتمد على غذائنا تمام؟ بينما النباتات بشكل شباب بيسوي عملية بناء الضوي فبيصنع غذاء بنفسه تمام وبيتخزن بداخله إما على شكل نشا اللي هو أميلوز أميلوكتين إما على شكل كمان سيليلوز يا أستاذي اللي هو اللي بيكون الجدر الخلوية بيعطيها المرونة والقوة طيب طيب الروعة اللي بعده شبا منيجي لهاي العملية هاي العملية انت مطالب تعرف انه في عندي قسمين لالها تفاعلات ضوئية وتفاعلات لا ضوئية تفاعلات فيها ضوء وتفاعلات فيش فيها ضوء انت مطالب تفهم حسب المخطط اللي أنا أعطيتك يا التفاعلات الضوئية قلنا لك هاي بيصير تفاعلات حلقية ولا حلقية وبيصير داخل الثايلة كون بينما التفاعلات اللا ضوئية اللي هي مثال عليها حلقة كالفين وهاي يا أستاذي بتصير داخل من اللحمة يا أستاذي قلنا لك التفاعلات الضوئية الآن بدك تفهم انه هدفي الأساس منها انتاج 9 ATB و 6 ناد بي أتش بدك تحفظهم والتفاعلات أو حلقة كالفين مطالبة ينتج فيها لغلوكوز تمام هسا رح نفهمهم هدول فأنا مطالب أعرف معادلة معادلة اللي هي من البناء الضوي هاي مطالب تحفظها أستاذ انت بدك تكون فاهم انه نبات بيأخذ من الجو يا أستاذي قديش اللي هو CO2 6 CO2 وقديش بيأخذ من التربة 6 جزيئات ماء هنه فعليا لازم يكونوا 12 ATH2O عشان يعطوني قديش أكسجين 6 لأنه 6 أكسجين الواحد O2 قلنا لكو بده قديش H2O وهي H2O بده تنتين تمام طب الستة قديش بدهم ماي 12 ولكن حسب معادلة الكتاب أنا باعتمد الستة في الحسابات تمام بفعل الضوء يا أستاذي وصبغة الكلوروفيل والأنزيمات فممكن يجيب لك المعادلة وأنا حطتلك هاي المعادلة كأسئلة في بنك الأسئلة بيعطيني يا أستاذي واحد غلوكوز وستة O2 تمام تمام طيب الآن أنتم مطالبين تعرف وين بتصير عملية البناء الضوية وأكيد داخل البلاستيذات الخضراء والبلاستيذات الخضراء بتتكون من مجموعة مكونات فهاي رسم حفظ أستاذي البلاستيذات الخضراء بتتكون من غشائين غشاء خارجي وغشاء داخلي في مشكلة طيب وبتتكون أيضا من إشي منسميه الضlicher кон أو الضالكويدان الضيلكود يا أستاذي هو عبارة عن قرص واحد منهم تمام الضهايلة كود له اسم ثاني منسميه غرانا شو اسمه؟ غرانا مجموعة الضيلكودهات مع بعضهم صفتات زي لشلون يا أستاذي زي ما أنت شايف منسميها غرانم تمام فرق الضيلكود وهي نفس الضهايلة كود والغرانم اللي هي مجموعة الأقراص باجلة من للفراغ هذا منسميه اللحمة وlüه اسم استورمة اللحمة انت الان انا فهمتك قلت لك يا استاذ انس جوه الثايلوكود بيصير عندي تفاعلات شو اسمها ضوئية وهي التفاعلات الضوئية بيكون عندي حلقية وايش يا استاذ انس لا حلقية طيب ممتاز وقلت لك جوه اللحمة هاي بيصير عندي يا استاذي حلقة مين كالبين حلقة مين حلقة كالبين اللي انا بدي انتج منها اللي هي ايش نص غلوكوز كل حلقة نص مين غلوكوز تمام طيب هون يا استاذي شو رح انتج من التفاعلات الضوئية الحلقية ولا حلقية بدي انتج شغلتين مهمتين اللي هم تسعة ايتي بي احفظ لياهم هدول وعننا قديش ستة ناد بي اتش تمام يا استاذي احفظ لياهم هدول انا بانتجهم ليش عشان استخدمهم في مين في حلقة كالبين تمام يعني انا هدفي من التفاعلات ضوئيني انتج هدول التنتين لاني انا بدي اياهم بمراحل حلقة كالبين اللي هي في الدورات تثبيت الكربون والاختزال بدي ستة ايتي بي بدي ايضا ستة ناد اتش واعادة التكوين بدي ثلاثة ايتي بي فانا فعليا تسعة ايتي بي بستخدمهم ثلاثة منهم هاي هون خلينا اعطيك تفصيل تسعة ايتي بي بستخدم منهم الاختزال باخد منهم ستة واعادة التكوين هدول الدورات تكوين المستقبل باخد منهم ثلاثة تمام يا استاذي وهدولا كلهم في الاختزال طيب ممتاز في مشكلة فانا الان مطالب اعرف التفاعلات الضوئية كيف بتسير جوه والتفاعلات اللي ضوئية وانا شرحتها بكامل تفاصيلها طيب تعالوا بطلعوا لي بشكل سريع استاذي باجي لهاي المراحل هسا الحسابات يا استاذي مش رح تكون على التفاعلات الضوئية الحلقية ولا حلقية ما فيها حسابات تمام كل الحسابات على حلقة كالبين كل الحسابات عميل على حلقة كالبين وانت عشان تكون بالصورة بالمعادلة ممكن يسألني مين مصدر سكر لغلوكوز بقول له مصدره السي او تو اللي هو انا اللي انا بستخدمه او وين بنتجه او مصدره المصدر يا استاذي اللي هو السي او تو السي او تو وين انا بحطمه او باخذه في حلقة ايش كالبين يعني انت لحالك بدك تفهم انه في التفاعلات اللا ضوئية يعني انا هدفي مين البنتج غلوكوز اللي هو السي او تو هذا السي او تو انا بدي منه كل ثلاثة بحلقة يعني انا بدي ثلاث سي او تو في حلقة كالبين وثلاثة سي او تو لانه الواحد غلوكوز بيعطين قديش حلقة حلقتين بدي ثلاث سي اوتو هون ثلاث سي اوتو هون تمام عشان انا انتج واحد غلوكوز اوكي فهاي العمل هي بسميها حلقة كالبين تفاعلات ضوئية لا ضوئية طيب انا الماء رح اخذ منهم من الاثناش هدول بدي اكون مين الاكسجين اللي رح يطلع للجو انت تتنفسه فانا بنتج الاكسجين في التفاعلات مين يا اخوان الضوئية تمام يا استاذي وانا رح انتج فيها مين هذا الاكسجين في التفاعلات الضوئية سواء الحلقية ولا حلقية تمام يا استاذ انس وقلنا لكم ورسمنا لكم يا استاذي وضحنا كيف بتم الانتقال هيني بدأ اشرحها بشكل عام التفاعلات الضوئية الحلقية ولا حلقية انا عندي نظامين ضوئيين النظام الضوئي الثاني اللي هو البي 680 والنظام الضوئي الاول البي 700 قلنا لك بتيجي طاقة الضوء بتستقبلها الاصباغ المختلفة الاصباغ المختلفة هي عبارة عن الكاروتين بعينك الله روح جيب لي الدرسية او لكتابه افتح معي عن رسمة عشان تفهمني شو انا قاعد بحكي تمام بعيد كمان مرة قلتلك انه التفاعلات الضوئية لها نظامين نظام ضوئي ثاني والنظام ضوئي اول تمام بي 680 و بي 780 تمام طاقته او طول موجه تبعه اكبر الان بتقولي بتيجي طاقة الضوء عامين على النظام الضوئي مين الثاني بيستقبلها الاصباغ المختلفة الاصباغ المختلفة يحط عندك بينغوسين اللي هي مثال عليها كلوروفيل با والكاروتين تمتص الاشياء الضوئية بتنقلها من زوج صبغة لزوج صبغة لزوج صبغة بتدخل من زوج كلوروفيل الف في الداخل اللي هو معقد مركز التفاعل زوج كلوروفيل الف عنده القدرة على استثارتها الالكترونات فبيتزهلوين للمستقبل الاولي في مشكلة طيب هسا مين اللي بدي عوض الالكترونات اللي راحت من زوج كلوروفيل الف هسا بيجي المي اللي عنا الاثنائش هدولا بدنا نحطمهم اللي هي فقدتها فرح تتحلل الالكترونات الاتشتو او وطاقة الالكترونات النتيجة التحلل رح تطلع لمين للمستقبل الاولي ورح تنتقل بسلسلة نقل المين الالكترونات تمام هسا أنا عندي الهايدروجين موجود في الخارج في اللحمة فرح يدخل الهايدروجين من الخارج الى داخل مين الى داخل يا أستاذي فراغ الثيليكون طيب ممتاز وفي النهاية مين رح ينتج عنا؟ رح ينتج عنا غاز الأكسجين تمام؟ اللي هو الموجود عنا عشان نتنفسه طيب بعدين بتظل هذه الالكترونات مكملة طريقها عن نظام الضوئمين الأول البي سبعمية بيمتص هاي طاقة الالكترونات بيمقلها للفيرودوكسين البروتين هذا البروتين بيودي لمين للمستقبل النهاي للالكترونات الناد بي بلس دير بالك تجاوب ناد بي أتش غلط المستقبل النهاي للالكترونات في النظام اللاحلقي اللي هو ناد بي بلس بيوخذ هاي الالكترونات بعدين بتحول لناد بي أتش وأنا فعليا قلت لها قدش بنتجنات بي أتش ستة خلصنا هاي التفاعلات بسميها يا أستاذ أنس اللي هي تفاعلات اللي هو لاحلقية إلها نظامين بلشت بالثاني وانتهت بالأول طيب خلصنا هس راح أعطيك مخطط هون طيب بينما التفاعلات الحلقية بتقول لأنه لما تيجي طاقة الالكترونات بتلف عن طريق بروتين أو بروتين الفيرودوكسين وبيتظلها تسوي حلقة عشان تنتج كمية أكبر من الطاقة بفعل أنزيم الإنتاج من القهوة اللي تحت يا أستاذي بيطلع الهايدروجين من داخل الفراغ للخارج فبيصير اسموزي كمية وبصنع الطاقة خلصناها تمام طيب تعالوا بس أعطيك وهل مقارنة الصغيرة قلن يكون أنه مجال هون وين في مجال أستاذي بس أعطيك ملخص التفاعلات الحلقية ولا حلقية طلع عليك خلينا أعطيك ملخص بالله يحفظوا والله سهل مش صعب بس ركز معاي شوية صغيرة شوية صغيرة تمام هذا ملخص لو إيش ما يجيب لك على التفاعلات الحلقية ولا حلقية ركز معاي هاي هون طلع بدي أقارن بين اللاحلقي واكتبوه عندكم والحلقي من حيث النظام المشارك النظام المشارك شو الأنظمة المشاركة تنين مستقبل نهاية مستقبل نهائي وعندي يا أستاذي أيضا اللي هو تعويض الإلكترنات تعويض الإلكترون وإيش كمان أن النواتج هاي هين والله ملخص أستاذ اطلع علي لو جاب لك في الامتحان قديش عندي نظام مشارك باللاحلقي بيقول له اتنين اول زائد ثاني طيب هان بس ايش اول بس مين اول طيب ممتاز المستقبل لني هادي هون الناد بي بلس طيب ممتاز هون في مستقبل لا اللي هو تعويض الإلكترنات كيف نعوض هون من وين بنعوض الإلكترنات تحلل مين دايما في اللاحلقة تحلل الاتش تقول له المي تمام هون من وين بعوض الإلكترنات في الحلقة من الثاني يعني الإلكترنات تتيجي من الثاني النواتج هون أنا بنتج احفظوهن من هسه ستة ناد بي اتش احفظوهن وزاد اي تي بي هون بس هدف الأساسي من الحلقي اني أنتج كمية أكبر من مين من اي تي بي قسم بالله يا اخوان هذا ملخص صعب يعني احفظ لهذا ويخلف عليك هين أنا ملخص مزبط إلك تمام عشان انت فيما لو جاب لك سؤال عن نظام الحلقي لا حلقي هاي ملخص طيب يلا نكمل في مشكلة هون اذا نعرفت معادلتين من الضوي وين بتصير العمليتين التفاعلات الضوئية والتفاعلات الليها ضوئية الآن بدنا نيجي لحي يستبات حلقة كالفين يلا مع بعض حلقة كالفين يا اخوان انت بدك تفهم انه رح يطلع من داخل الثايلة كود الستة اي تي بي هيك بدك تفهم انت او عذرا هون التسعة اي تي بي اوكي رح يطلع من هون من الداخل انا انتجت هاي يوم الحلقية ولا حلقية انت بدك تفهم مجموعة الطاقة هون استاذي قديش احفظ هن تسعة وعندي ستة ناد اتش اللي هو تني طيب فانت بدك تكون فاهم انه انا رح اطلع ستة اي تي بي من جوة الثايلة كود بتفاعلات الضوئية حلقية لحلقية ومين وستة ناد مين اخوان ناد اتش او ناد بي اتش ناد بي اتش حطيت هون بي اتش اه ناد بي اتش تمام فانا هدول ايش بدي اعمل فيهم بتقول لي بيطلعوا من جوة الثايلة كود رح يروحوا لمن للحمة لحلقة اللي هي كالفين صعب يعني مستحيل يصير حلقة كالفين بدون ما انتج هدولة التسعة اي تي بي وستة ناد بي اتش تمام طيب تعالوا لحلقة كالفين يلا حلقة كالفين يا استادي بتصير في اللحمة من نسبة للعالم اللي اكتشفها هاي الها قديش مرحلة او قديش دورة الحلقة الواحدة انا اعطيتك ملخص هاي استاذ بالله عليك واحدة قلوكوز عداسة في حلقة كالفين قد لي هون قديش بعطيني حلقة يا اخوان بعطيني هاي حلقة هاي حلقة كالفين كالفين طيب الحلقة اللي واحدة قديش دورة بتقول لي هاي بتعطيني ثلاث دورات الثلاث دورات ايش مقصد فيه نهاية تثبيت مرحلة الاختزال التكويت وايضا هاي حلقة كالفين دورات مجموحا مع بعض لواحد قلوكوز ست دورات احفظوها تمام طيب يلا نيجي لهاي المرحلة اشرحها بشكل سريع شباب عنا هون حلقة كريبس بتيجي بتقول لي انا عندي ثلاثة سي او تو انا كل حلقة بدها ثلاثة سي او تو اوكي طيب الثلاثة سي او تو بفعل انزيم هذا الانزيم بيربط اللي هو الرايبولوز الاريو بي بي بممكن يجيب لك اختصار و سي او تو مع بعض هسا لما نيربط ان انا قدش عندي الرايبولوز اللي هو ثنائي الفسفات عندي ثلاث فالثلاث ضرات كربون كل واحدة بترتبط مع مين كل واحدة بترتبط مع رايبولوز فبيعطيني مركب سداسي قدش عددهم ثلاث واحد اثنين ثلاث في كل واحد واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة اللي هي هاي السادسة من وين جبناها اللي هي من الكربون طيب ممتاز هاي المرحلة لهون هيك بسميها تثبيت الكربون اذا تثبيت الكربون مختصار بتقولي انا عندي ثلاثة رايبولوز بيجي انزيم شو اسمه الرايبوسكو الرايبوسكو بيربط ثلاث ضرات كربون مع ثلاث جزيئات من اللي هو مين الرايبولوز بيضيفين بعطيني مركب سداسي شو اسمه المركب السداسي بسميه حمض القليسارين شو اسمه حمض القليسارين قديش عددهم القليسارين ستة يعني دائماً الناتج يا أستاذ أنس من ارتباط اللي هو ثلاثة رايبلوز بثلاث ذرات كربون هذا بسميه تثبيت الكربون بيعطيني ثلاثة مركب سداسي والثلاثة المركب سداسي بيصير إليه انشطار من النص بيعطيني ستة غليسارين إيه شماله أحادي الفوسفان فإنت هاي في التثبيت بعيد خلص ثلاثة كربون ثلاثة رايبلوز برتبطين بيعطيني مركب سداسي وسطي بيصير إليه انشطار من النص بفعل أنزيم بيعطيني ستة مركبات اللي هو إيش بسميه لغليسارين أنت بدك تكون حافظ لغليسارين في ثلاثة كربون أوكي وفسفات ثلاثة كربون فوسفات قديش عددهم ستة طيب الآن بتبلش الإختزال الإختزال كلمتين أني أنا بدأ حول لغليسارين إخوان لمين لغليسار ألدهايد وحاد الفوسفات طيب كيف بدي أحوله بتيجي بتقولي عشان أحوله بدي قديش إي تي بي إحنا قلنا عدد الإي تي بي اللي وصل هون قديش عني التسعة إي تي بي وعننا ستة ناد بي أتش تمام طيب أنا بأخذ من التسعة قديش ستة ستة هدول بحطمهم بأخذهم أوكي بنتج من تحطيمهم ستة إي تي بي وستة خلينا نقول فوسفات وأيضا بدي الناد أتش كاملات اللي هنه ستة عشان يعطوني يا أستاذي ستة ناد أتش وستة إيش أو هون رح يعطوني ستة هدرجين إطماش هيدروجين تمام طيب فالفكرة هون إذن أنا استخدمت من التسعة هدول ستة ظل عندي منهم ثلاث صح واستخدمت الناد أتش كاملين في الإختزال طيب استخدمتهم كاملين طب ليش استخدمتهم عشان أحول للقليسارين للقليسار ألدهايد وحد الفوسفات طيب حولنا يا أستاذي شو اللي بيصير بعدين في الإختزال واحد منهم هدولا بتحول لإشي بنسميه قليسار دهايد وحد الفوسفات واحد منهم إيش بشرد بهرب هروب هذ اللي بهرب البي جي يال يعني أنا حولت عشان الرموز حفظ البي جي يال هذو بسميه قليسارين البي جي يال ضفت له قال بسميه قليسار دهايد وحد الفوسفات فأنت لو سألك في الامتحان دير بالك قديش عدد قليسار 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 واحد اللي بشكل هاي شكل ايش هاي بشكل نهائي ففرق في الامتحان لو سألني عن عددهم بقوله يا عمي انا بنتج دائما انجليسا القلد هاي الستة طيب اذا قل لي بشكل نهائي بقوله يا عمي واحد هو البشرد هاذا البشرد اوكي بيعطيني نص غلوكوز صعب يا اخوان يعني كل هالطابق هذا عشان انا افلت واحد منهم ويهرب يعطيني ايش نص غلوكوز طب هما كلهم بيعطوني غلوكوز لا انا عندي كعدد ستة ولكن اللي بيهرب منهم واحد هو اللي بيعطيني نص غلوكوز بعدين ايش اللي بيصير عشان اعيد تكوين المستقبل النهائي للرايبولوز بدي احول هادول لرايبولوز بدي قديش ايتي بي اخوان بدي تلاتة ايتي بي التلاتة ايتي بي بحتاجهم اني احول الخمسة اللي ظلن لما انهرب واحد الى مين مستقبلهم اللي هو اللي رح يرتبط مع مين مع ثلاثة كربون وهاي العملية صعب يا اخوان طب انت ايش مطالب تحفظ كل شي بدك تح قديش عدد مين؟ السي او تو انه في الحلقة ثلاثة في الحلقة يعني في نص غلوكوز ثلاثة في الغلو احتفظ هيك اذا انا بكتوب لك يا انتحد طيب قديش انا عندي يا استاذي مركب سداسة فعليا ثلاثة في الجزيه الواحد من غلوكوز قديش ستة طيب قديش عندي غلوسارين وحاد الفسفات في الحلقة عندي ستة في الحلقتين قديش؟ اتناعش هون يا استاذي قديش بحتات ايتي بي في مين يا استاذي خلينا نقول بدي كون عندي 12 اي تي بي في الاختزال. كم يقدش بتكون عددهم 12. لواحد غلوكوز طبعا اكيد. هون كم سيكون ترجعين والفوسفات الله سيكون عندي 12 لانه حلقتين. كم سيحرب واحد راح يحرب عندي اتنين ويعطوني واحد غلوكوز وهون راح يكون عندي عشرة في اعادة التكوين عشان احوولهم للاستة رايبولوز يعني بس عليك تضروف اتنين النواتج بس انت بدك تحفظهم تمام صعب يا اخوان طيب تعالوا اطلعوا له شو مسوي لكم هاي هون هان انا عملي لكم ملخص لكل مرحلة شو بصير فيها لانا شرحتها اسه كل مرحلة هي مقسمة بالخطوات بدك تحفظهم لانا هيني شرحته يعني فيش دايه ارجع على ايده استاذ تمام بالمرحلة طيب تعالوا اطلعوا لي للملخص باجي للحسابات هس انت مطالب تميز بالامتحان دائما دائما هيقاعد مني استاذي اذا اعطاك سؤال حلقة كالفين دائما بدك تسوي الحركة هاي نحول الغلوكوز الى حلقات ايش كالفين يعني هاي الخطوة خلص تبتها في عقلك دائما اذا اعطاك سؤال في المتحان الوزاري بده حلقة كالفين الى اخره امعطيك غلوكوز حول عدد الغلوكوز ده كالفين انت فاهم انه الواحد غلوكوز قديش كالفين واحد غلوكوز بيعطيني ايش يا استاذي حلقتين هاي احفظ لي اياه يعني انت طلع لعدد الحلقات واضرب بالنواتج ايش هي النواتج هاي الان انا ابدأ اطبق لنص غلوكوز استاذ ريح راسك خلص انا اللي بعطيك اياه هو الصح بحلقة كالفين يعني انت احفظ لي لحلقة واحدة وبسدل عليك تضرب تمام تعطى الله دائما هذا شو هو الجي ثري بي هذا عبارة عن سي ثري بي اللي هو الاغليسر الديهايد احادي الفوسفات تمام طيب النص غلوكوز دائما قديش بعطيني يا استاذي او اه اه كناتج نهائي اللي هو الاغليسر هايو هذا الاغليسر الديهايد وحادي الفوسفات اللي هو نفسه هذا انا بقول عنه اللي هو ثلاث ذرات كربون هاي كربونة 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 وفوسفات هايو سي ثري بي تمام زبطو هاي سي ثري بي اوكي طيب الان ايش بدك تفهم انا عشان انتج نص غلوكوز بدي قديش غليسر الدياد وحادي بشكل نهاي عندي يا استاذ انا سواحد تمام تمام قديش بدي سي او تو ثلاث حفظي اياهم قديش ناد اتش بدي يا استاذي ستة بتضرب بستة وبتضرب ببتسعة هاي الحلقة اعطيك مثال قل لك واحد غلوكوز قديش عدد سي او تو والنادبي اتش والاتبي بتقولي طب الواحد غلوكوز بحوله لحلقات عندي حلقتين كل حلقة بدها ستة ناد اتش بضرب بستة بدها تسعة اي تي بي بضرب بتسعة بدها تلات سي او تو بضرب بتلات هاي اسهل طريقة والله عشان تفهم اذا بحول اللي غلوكوز الى حلقات وبضرب في الايش اللي انت بدك تكون حافظه جدا تمام طيب استاذ في حلقة كالفن هسة ها جاب لي سيرة الاتش تو او او جاب لي سيرة الاسي او تو او الاكسجين ما جاب لي سيرة هم هسا هدول انا ليش حاطلك اياهم انت بدك تكون حافظهم من التفاعلات الضوئية الحلقة الواحدة عن نصف الجلوكوز قديش بيعطيني ثلاثة او تو لو سألني عن عدد الاو تو ولو سألني عن عدد الاتش تو او بقوله ستة هدولة ثبتلي اياهم في عقلك طب من وين جبتني استاذ انا ما عندي او استاذي ما اعطاني انه والله في حلقة كالفن في اكسجين او في ااتش تو او هدول ممكن يربط لك اياهم بمين على اساس انك دارس بالتفاعلات الضوئية انه انتجت اتناعش مي وانتجت ستة او تو طب انا الحلقة نصف هن ثلاثة او تو وستة اتش تو احفظ لي اياهم تمام طيب قديش الاختزال بدك طاقة استاذ بدك للحلقة الواحدة ستة ويعادة التكوين ثلاثة تمام يعني ككلي بدي انا هون عشان انتج هون خلينا نقوله بنتج ستة وبنتج هون خمسة في كل مرحلة استاذ هون انا مسوي لك شغلتين اعمل شغلتين وريح راسك شغلتين وايش سوي احفظ القيم الثابتة المكتوبة واوجد قيمة المتغير اللي هو حلقات كالفين يعني في السؤال اذا اعطاك لك لوكوز حول لكالفين عم سؤليتي والله عم سؤليتي استاذ حول لكالفين واضرب في النواة الشي لقدامك هاي انا اذا بتكون حفظها ازعم سؤال على حلقة كالفين والله غير تجيب تمام بس بدي منك شغله اذا اعطاني قلوكوز حول لي اياه لحلقات واضرب في القيم الثابتة هاي القيم الثابتة وين ما تروح يعني خلص تبت في عقلك حفظ لي اياه خلص لحلقة واحدة قديش عندي سيوتو ثلاثة قديش ناعد قاتش ستة قديش ايتي بي اللي هو تسعة هاذ المجموع الكلي تمام طيب قديش اكسجين ثلاثة قديش اعتش توقو هاي هن ستة تمام طيب لو سأني بالمرحلة قديش الاتي بي باقوله ستة لو سأني بالمرحلة قديش اعاد تكوين ثلاثة قديش عدد الفليسرالدهايد ستة قديش عدد في طبعا في الاختزال قديش عدد الفليسرالدهايد في اعاد تكوين خمسة استاذ والله اذا بتحفظه لحلقة واحدة بس حول لغلوكوز لحلقات وخلص وضرب هون حمسوا ليكي طيب تعالوا اطلعوا كيف ننسويهن هاتول هاي معطينا الرسم هاي هاي بفرجيك هاي انا هون صار عندي تفاعلات ضوئية انتجت الاتش تو او او حطمت الاتش تو او وانتجت اكسجين وهون حلقة كالفين طلعت اللي هو البي جي اي ال اللي هو الالدهايد اعطاني نص غلوكوز تمام طيب ومتاز فبقول لي هون استخدم فيها التقضى وايه يستهلك الماء يتحلى جزي الماء شو بيعطيني الماء هاي معادلته اخوان الماء لما يتحلى اشو رح يعطيني كيف رح يعطيني اكسجين رح يعطيني اتش تو او لما اجي احطميها ايخوان تقول لي رح تعطيني نص الاو تو دير بالك المعادلة لحضر زاد اثنين الاكترون زاد اثنين هاي هاي درو جين يعني عملت لها هاي زاد اكسر تمام فانا عندي منها قديش اطناش لو بدك تحسبهن على اتناعش رح يطلع عندي اوساذ اتش تو او اتش تو او حفظ حين بالله رح يعطيني 6 O2 رح يعطيني زاد 24 اللي هو هايدروجين زاد 24 إلكترون تمام 24 إلكترون أي هون 2 أربعة إلكترون تمام يا أخوان هذول هذول الـ 12 طيب حلقة كالفين تستهلك 3 O2 في الحلقة 9 ATB 6 نات بيئات شو فهمتك من هنا جبتنا دول عشان أنتج 1 جلوكوز قد يجب بي جي أل بدي 2 أستاذي تعالوا اطلع الحسابات أستاذي هون القيمة المتغيرة أنت بدأت تكون حافظها زي اسمك عندي CO2 لو سألني على CO2 أسيره إذا حدثت حلقة كالفين مرة واحدة قد يجب CO2 يعطيني 3 ضرب 1 ثلاث يخلف عليك إذا حدثت حلقة كالفين مرتين قد يجب CO2 ضرب 2 ستة يخلف عليك لأن الحلقة بدأ قد يجب 6 أو الحلقة بدأ 3 CO2 طيب إذا حدثت حلقة كالفين 20 مرة بقول له 20 ضرب 3 قد يجب 60 ها أنا ممكن يجيب لك يا عميل على CO2 طيب نجي لحفظ قيمة C3B اللي هو Glycer Aldehyde يلا عندي أنا قد يجب Glycer Aldehyde ما أقل لي بشكل نهايي ستة إذا حدثت حلقة كالفين حلقة واحدة قد يجب Glycer Aldehyde بتقول لي ستة طيب هاي معناتها C ثلاثة كربون أ أستاذ واحدة فصفات هاي معناه هاي طيب إذا حدثت حلقة كالفين 10 مرات قد يجب Glycer Aldehyde بقول له يا أستاذي هون بشكل سريع عنا ستة ضرب يا أستاذي عشرة بقول له ستة طيب إذا حدثت حلقة كالفين 12 مرة ستة ضرب 12 72 تمام يا إخوان يعني أنت ممكن يسألك بشكل عام عن الحلقة فإنت بدك تكون حافظ Glycer Aldehyde عدده بشكل عام ستة CO2 في الحلقة عدده ثلاثة تمام يعني احفظ لي هون بالحلقة مش بالغلوكوز طيب الروحة لبعد ويلا لو قال لي سؤال في حلقة كالفين إذا علمت أن تم إنتاج 24 جزيئ Glycer Aldehyde اللي هو C3B هاي اللي هو Glycer Aldehyde وحد الفسمان طيب أوكي كناتج كلي خلال مرحلة الإختزال هسا الإختزال أنا بدأكون فهم عندي 24 جزيئ Glycer Aldehyde على البدحسة شو بتسويلي بتروح بتقول لي مدام أنا عندي 24 أنا فهم قديش بنتج من Glycer Aldehyde ككل ستة بتقول لي 24 على ستة وتساوي قديش أخوان وتساوي أربع حلقات الآن أنت طلعت عدد الحلقات باقي ما بقى سهل بدو عدد جزيئات السيئة وعدد جزيئات Glycer Aldehyde بشكل نهاي طيب بشكل نهاي قديش واحد بيغادر واحد واحد ضرب أربع أربع طيب كمل عدد جزيئات الATP المستهلكة طيب أنت قديش معاك حلقة هيك طلعت هين أربع حلقات ضرب تسعة ستة وتلاتين يخلف عليه هيك تيجي لاسئلة بالوزارة شباب عدد طيب أنا فاهم الحلقة ثلاث وعندي قديش حلقة أربع ثلاث ضرب أربع اتناعش طيب عدد النادقات فاهم أنا أنه الواحد السؤال تمام فأنا هون قصمت عشان أطلع عدد الحلقات النادقات يا أستاذ يبتيجي بتقول ستة ضرب أربع قديش أربع وعشرين ركز بدو عدد جزيئات الماء المنشطرة خيران المسار الإلكتروني اللا حلقي في التفاعلات الضوئية طيب أستاذ طب قال الله ما جاب لي سيرة مي المي أنت بدأت تون حفظها الحلقة لواحدة ستة أتشتو أو وثلاثة أوتو فأنا أضرب ستة ضرب أربع قديش أربع وشعر تمام والله هاي أزعم الأسئلة اللي من كنت يجي بس بظل عليك تحفظ اللي أنا حطيت لك يا وين هون لحلقة واحدة احفظ لي هذا لحلقة واحدة واضرب في الامتحان أعطيتك الكوز حول له لحلقات أعطاك نواتج بقسم على إذا أعطاني ATB بقسم على 9 إذا أعطاني نادات بقسم عشان أطلع الحلقات بقسم على 6 إذا أعطاني عدد CO2 مثلا بقسم على 3 عشان أنا أطلع عدد الحلقات وبعدين أضرب النواتج طيب تعالوا الراحة لبعد ويلا أشوف هون خلصنا يلا نيجي لورقة العمل هاي هاي ورقة العمل على التنفس الخلوي وعلى مين وعلى يا أستاذي البناء الضوء أو أسأل أيما شكل المجاور لقدام عينك هاي هاي اللي هو تحلل لقليكولي بسأني ما اسم هاي المرحلة تحلل لقليكولي كيف عرفت يا أستاذي لأنه أنا عندي كربون تحلل عطاني 2 بيروفر فحط صاد عين سين طيب إذا إجابتي تحلل لقليكول اذهب لبعده إذا علمت أن الرمز صاد يشير إلى جزيئات حفظ الطاقة صاد وين صاد بتشير لمين للأي تي بي تمام وأن الرمز عين يشير إلى أحد نواقل الإلكترونات عين يشير لأحد نواقل مين الإلكترونات أوكي طيب ممتاز فأي الآت هي صحيح يلا هسا إنت صاد إيش يمثل إخوان صاد هون بيمثل إيش أنا أكسل أردن هون مش مشكلة صاد خلينا يقول يمثل الـ ATB تمام هي رسمة الكتاب الصحي المفروض هون بالله يعدلوها مش مشكلة هون حط العين وهون حط صاد عشان تسبق معنا فأنا عين تمثل جزيئات حفظ الطاقة وصاد تمثل اللي هو الناد وصاد تمثل أو عين تمثل جزيئات الطاقة وصاد تمثل مثلا الـ ATB لكن هون لا خلص خلينا حسب رسمة الكتاب شباب خلص ما بدي أعجيقك خلص احنا منمشي حسب الرموز اللي بعطيني اياها في الوزار فإنت بدك تكون فهم يا أستاذي لو سألني ايش يمثل يا أستاذي اللي هو صاد قال لي جزيئات حفظ الطاقة إذن وين صاد تمثل ATB صح وعين ايش تمثل قال لي تمثل نواقل الالكترونات اللي تمثل مين اللي هي الناد فالإجابة رح تكون مين يا وسادي دان طيب قال لي بعده إذا تم استهلاك 12 جزيء أكسجين من التنفس مين الخلوي يكون عدد جزيئات الطاقة الناتجة طب أستاذ تعال نركز الآن أنا ما أعطيني ذرات أنا دائما بالتنفس قديش بنتج CO2 أو أكسجين ستة فتيجي بتقول يا أستاذ أنا ستناعش هسادي طل عدد جلوكوز على ستة ليش قسمت أستاذ لأن أنا بنتج يا أستاذ قديش 6 أو 2 في كل واحد جلوكوز فتناعش على ستة بيعطون اثنين جلوكوز الآن انت فاهم قاعدة الواحد جلوكوز الواحد يعطيني قديش 38 طب لما يكون عندك اثنين ببتقول اثنين ضرب ثلاثة ثمانية هذا بشكل عام يخوان ضربوا لي إياها نبالله قديش رح تطلع اللي هي 76 صح ولا لا اللي هي الإجابة هاي فهذا السؤال ممكن يجي كل الامتحان حساب يعني كيف اعتمد استاذ اعتمد انه الاكسجين انا البنتجه في عملية التنفس الخلوي قديش انا بنتج الواحد جلوكوز ستة فأنا هون عشان اطلع عدد الطاقة بدي احول الظرات لغلوكوز انا 12 ذرة لقديش جلوكوز انا فاهم كل جلوكوز 6 6 12 2 الاثنين انا احافظ الواحد جلوكوز بيعطيني 38 ف38 ضرب اثنين رح يعطيني 76 طيب السؤال بعده عدد جزيئات الاتب المباشرة والغير مباشرة لجزيء واحد جلوكوز في حلقة كريبس في حلقة مين كريبس لوحد جلوكوز ركز معي حسا انا حلقة كريبس الطاقة المباشرة قديش اثنين الطاقة المباشرة ممتازين اثنين في مشكلة مشكلة الطاقة الغير مباشرة قلنا لك 22 بدك تكون حفظهم انت صح ولا لا فانا مجموعة الطاقة 24 صعب فهذا اشي انت بدك تكون حفظ وعطيتك اياه قبل يلا نجي لنواتج التخمر الموجود عندنا لدينا ثلاث جلوكوز اعطيني الناتج الناتج من التخمر حمض اللاكتك او هون عندي ثلاثة عذرا ثلاثة انا عندي الواحد جلوكوز اثنين باثنين اثنين ضرب ثلاث ستة ستة اوكي ستة لاكتك وستة اي تي تمام طيب اروح على السؤال الحلو المرتب هذ السؤال استاذي ميكس ايش ما قالو ميكس فهذا السؤال مهم ممكن يجينا زي فكرته دمجلة بين التنفس الخلوي وحلقات كلب نحن المشترك ما بين التلاث شغلات اللي هي التنفس الخلوي والتخمر والبناء الضوية لغلوكوز فانت قادر اذا طلعت لغلوكوز في كل واحدة قادر تطلع الباقي طيب تعركز ماي اذا علمت انه تم انتاج ثمانية سي او تو ثمانية ايش اخوان سي او تو في مرحلة تحويل البايروفيت الى اسيتل مرافق انزيم الف طيب استاذ تعالوا في شكل سريع مدام قلي تحويل البايروفيت الى اسيتل معناته انا عندي بنتج اثنين فبتقول ثمانية على اثنين قديش رح يعطوني غلوكوز بتقول اربعة غلوكوز طب على اي اساس انت طلعت استاذ انت بدك تكون حافظ الواحد غلوكوز الواحد غلوكوز قديش بعطيني CO2 حاط للمرحلة في اكسدة البايروفيت مش انا بنتج اثنين يا استاذ الله يرضى عنك اللي هو CO2 بتيجي بتقول انا عندي ثمانية ثمانية على اثنين بتقول اربعة اذا انا عندي اربعة غلوكوز طيب الاربعة غلوكوز ركز معي قديش بعطوني بايروفيت انت فاهم كل واحد غلوكوز بعطيني اثنين فانا عندي قديش بايروفيت ممتازين ثمانية طيب قديش عدد الغلوكوز اربعة ايوة قديش حلقة دايما الحلقة الواحد غلوكوز بعطيني حلقتين صح لما يكون عندي اربعة غلوكوز اربعة يعني اربعة ضربة اثنين رح يعطيني هون تمانية هون اربعة هون اربعة ضربة فأنا طلعت من الجلوكوز حلقات كالبين. طيب تعالوا بطلعوا الأسئلة بالله عليكم ركسوا. بدي عدد جزيئات الجلوكوز المتفككة هي أربعة صح؟ طيب بدي عدد جزيئات ATP المستالكة خلال حلقات كالبين. طب أستاذ انت حافظ الحلقات تسعة ATP. فبتيجي يا شطور بتقول لي تسعة ضرب مين يا أستاذ؟ ضرب اللي هو تمن حلقات قديش يا أخوان تسعة ضرب تمنية مش عارف. وضربونا إياها. هاي الآلة حاسبة. طيب تيجي بتقول لي تسعة ضرب اللي هو تمانية قديش؟ باجي بجاوبه في الامتحان إيجابتي قديش يعني هذا سؤال حلو ومرتب أستاذ 72. وهاي في بنك الأسئلة حطيتكم أسئلة استنتاجية كمان عليها. طيب بدي عدد الأكسجين المتصاعد الجو كناتج نهائي من عملية البناء الضوي. طب أستاذ أنا بحسبه على الحلقات. هس أو على الجلوكوز. أنا عندي أربعة جلوكوز. الأربعة جلوكوز قديش يا أستاذي رح يعطوني أكسجين ستة. فبتقول لي ها أربعة ضرب ستة قديش رح يكون الإجابة هايها أربعة وعشرين. أو بتحسب ليها بطريقة ثانية. أنا عندي ثمن حلقات كل حلقة ثلاثة CO2 أو ثلاثة أكسجين. فبتقول لي ثمانية ضرب ثلاث قديش يا أخوان أربعة وعشرين. تمام يعني بقدر أجاوبها بشغلتين. عدد جزيئات الأكسجين المستهلك خلال التنفس الخلوي. الأكسجين المستهلك. طب أنا فاهم الواحد يجبه ستة أو ثو في عملية التنفس الخلوي. لما يكون أنا عندي يا أستاذي أربعة جلوكوز يعني أنا قديش بدي أو ثو يا أستاذي أربعة. ضرب ستة وتساو قديش أربعة وشرين. يا أخوان والله ممكن يجيبوا لكوا سؤال زي هيك. بس أنا المشترك بينهم والغلوكوز وحوط الغلوكوز لحلقاته وضربته وأنا بدأ أكون حافظ النواتج. يعني الأمور مش صعبة. يلا أروح علي بعده. تعالوا للأسهل الوزرية. يلا السؤال الاسهل الوزرية اللي يجت على الدرس. أي الأتيم من نواتج اتحلل الكلييكولي تطلع سؤال ما سخفه لواحد غلوكوز. طب إنت فهم اتنين بتنين بتنين؟ وتنين ناداتش. اتنين خلينا نقو Superman później واتنين Bيرo Fit. يلا شوها لإجابة الصح؟ هاه. قل لي هون جزي A Bيرo Fit 2 mamy depois 2P ثنين ناداتش. صعب يخوان سؤال الوزارة والله سؤال الوزارة هذا. طيب السؤال لي بعده. بقول لي هونما نواتش حلقة CRIBTS إذا استهلكت أربع جزيئات غلوكوز. طب أنا فهم. في حلقة كريبس انا بنتج فعليا قديش سي او تو ها السي او تو فعليا اربعة وناد قاتش بدك تكون حافظ ستة وهذا الواحد انا بحكي وفاد قاتش تو قديش اخوان اثنين و اي تي بي قديش استاذي اثنين يلا اضرب اربعة ضرب اربعة لازم يكون انا عندي سي او تو قديش اخوان ثمانية تمام وراحت اوكي هسا هي هون اوكي هانا عنا اربعة وعشرين و اي تي بي و سي او تو ستاش هون وين السي او تو فيش سي او تو اوكي هون رح يكون هاي ها تعال اطلعني انا يا استاذي اربعة ضرب يا استاذ اثنين قديش رح يكون انا عندي سي او تو ستاش سي او تو تمام اوكي هايها ستاش وهون اعطتني ستاش طيب خلينا نكمل هون قديش سي او تو هاي غلط مبينة وهاي غلط طيب اربعة ضرب ستة بتقولي اربعة وعشرين لازم يكون عندي الناد قاتش قديش اربعة وعشرين هاي اربعة وعشرين هون 48 مبين غلط طيب 4 ضرب 2 لازم يكون عندي 8 فهذا تشتوه 4 ضرب 2 ثمانية فالاجابة ايش اخوان هذا السؤال اللي اجا على حلقة الكريم يعني عن النواتج طيب السؤال اللي بعده يلا بقولي هون اي الاجزاء الخلية تحدث فيها عملية التخمر قلنا لكم يا اخوان السايد سول وما نواتج تخمر واحد غلوكوز في جسم رياضي عند ممارسة تدريبا بدنيا قاسيا جسم رياضه معناته عضلات وانت بدك تستنتج العضلات تخمر حمض مين اللاكتك تخمر حمض مين التلاكتك اللاكتك انت فاهم بيعطيني 2 لاكتك للواحد غلوكوز وبيعطيني ايضا 2 ATP طيب وين الاجابة الصح تعالوا هون اذا الصايد الميتو كونديريا بأكس عليها الميتو كونديريا بأكس عليها يضل عندي الاجابة هاي والاجابة هاي هنا اعطاني ATP وحدة وجزيء لاكتك غلط انا فعليا الواحد غلوكوز بعطيني اثنين اي تي بي واثنين لاكين تمام هذا السؤال الوزارة يلا السؤال الحلو المرتب هذا اغلبية الطلاب يسألوني عنه يقولوني كيف ينحل يسألوا الله اني فهمت كواسة كم دورة من حلقة كالبن سيذم لتثبيت 12 جزيء سي اوتو تمام وما عدد جزيئاتي لقلوكوز يسألني عن عدد من الدورات مش الحلقات تعال اطلع الان انا معاي 12 سي اوتو بتيجا بتقولي 12 على قديش في الحلقة على 3 تمام قديش رح يطلع عندي يا استاذي عدد الحلقات اربع حلقات صعبها يعني انا حولت الان من الدورات انا فهم كل حلقة كالبن 3 سي اوتو 12 معناته اربع حلقات طيب هسا الان شو يسألني الاربع حلقات هدول قديش يعطوني جلوكوز اخوان انا فهم كل حلقتين يعطوني جلوكوز اذا رح يعطوني اثنين جلوكوز قديش اثنين جلوكوز طيب ممتاز انا فهم يا استاذ انس انه كل واحد جلوكوز قديش دورة بيعطيني ستة لما يكون عندي اثنين بقول له ضرب اثنين اذا اثناش فانا عندي هون قديش رح يكون عندي عدد الدورات هاي هم اثناش وعدد الجلوكوز ستة وين الاجابة هيا اثنين جلوكوز واثناش هذا والله باختصار يا استاذ يعني بديش مخ يعني انا ايش سويت هون حولت الناد لحلقات ومن حلقات طلعت الجلوكوز تمام او قادر اطلحها خلص اربع حلقات قديش دورة كل حلقة ثلات ثلاث وثلاث هي ستة وثلاث وثلاث هاي اطناشر دورة اوك طيب الاربع حلقات قديش دورة يا استاذ قديش جلوكوز عندي اربع حلقات كل اثنين بيعطيني جلوكوز والله هي اجابة الوزارة تمام طيب بروع علي بعده ما موقع حدوث التفاعلات الضوئية الحلقية ها اركز ما هي تفاعلات الضوئية الحلقية وما نواتجها على الترتيب أستاذي ركز معاي مني حون أستاذي أنا بدي تفاعلات مين؟ الحلقية موقع حدوثة وين في النظام الضوئي مين يا أستاذي الأول ولا الثاني ممتاز الحلقي في الأول وإيش النواة تجعل الترتيب يا أستاذي رح يعطيني يا أستاذ أنس إيش رح يعطيني طاقة فقط في الإيجابة إيش كانت ألف تمام طيب اللي بكون فيه نظام ضوئي أول وثاني وبيعطيني ATP وناد بياتش هذا مين هذا يا أستاذي إلا حلقي صعب يا أخوان واضح طيب وممتاز إيش ظل علينا؟ ظل الأسئلة الاستنتاجية يا أخوان بدي أحل معاكو هاي عشان إن شاء الله نخلص مين اللي هي مين يا أستاذ أنس نخلص اللي هي اتفاعلات كيمية هاي الأسئلة بالله رقزوني هايها بآخر الدسية أنا مسوي لك ميكس ما بين الأسئلة مدخل لك بالتنفس غلوي وبناء ضوئي ومع بعض طلعني إذا تم إنتاج ثمن جزيات CO2 في حلقة تحويل بيروف هذا جوابنا السؤال هذا السؤال إيش ماله جوابناه بدي يكون عندي ثمن حلقات هذا اللي فوق أربعة غلوكوز ثمانية يلا عدد جزيات الغلوكوز أربعة عدد جزيات الاتب يقولنا قديش ثمانية ضرب ثمانية ضرب تسعة قديش طلعناها ثنين وسبعين فبتقولي ثمانية ضرب ليش طربت في تسعة لأنه أنا عندي ثمن حلقات بده عدد حلقات في حلقات كالفين ثمانية ضرب تسعة اي تي بي قديش هي سبعة هي اثنين طيب عدد المتصاعد للجو كناتج نهايي من عملية التنفس الخلوي أنا عندي ثمن حلقات ثمانية ضرب ثلاث حسب ما أنا فهمتك في المخطط أوكي بتيجي بتقول لي قديش يا أستاذي ثمانية بثلاث هاي أربعة وعشرين عدد المستالك في التنفس الخلوي التنفس الخلوي عندي أربعة غلوكوز قديش بده ستة أوتو فبتقول لي أربعة غلوكوز ضرب ستة رح يتعطيني كمان أربعة وعشرين وبده كمية الطاقة الكلية المباشرة والغير مباشرة والناتجة من التحلل الجليكولي تعالوا اطلع التحلل الجليكولي أنا فهمت الواحد غلوكوز بيعطيني اثنين مباشر وستة غير مباشر طيب أنا لما يكون عندي قديش قديش غلوكوز في السؤال أربعة أربعة ضرب اثنين بتقول لي عندي تمانية مباشر وأربعة ضرب ستة أربعة وعشرين غير مباشر اجمع لي اياهم بالله تيجي بتقول لي هون 32 ايجا هاي مجموحهم طيب ممتاز ارواع السؤال اللي بعد ويلا حلو السؤال هذا اذا علمت بانه تم انتاج 12 ناد اتش اوكي وين في حلقة كريبس طيب احسب ما يلي طلع لي انا لما يعطيني الناتش بدي غلوكوس هسا لما اقول لك 12 كريبس طب انا فاهم سلسلة كريبس ناد اتش قدرش بتعطيني 6 الواحد غلوكوس على 6 رح يعطيني 2 غلوكوس اذا هاي اثنين غلوكوس ثنين غلوكوس قديش حلقة 4 حلقات وpot Cox chair faire 4 تعالي نجوا بالاسئلة عدد جزيئات الفاد اتش 2 الناتش من تفكك جزيئات France طب انا قديش عندي غلوكوس 2 طب الفاد اتش لواحد غلوكوس 2 فبتقول لي 2 ضرب 2 وتسعو قديش 4 خلصنا عدد جزيئات الماء الناتش من تفكك جزيئات غلوكوس انا فاهم 6 فبتيجي بتقول لي 2 ضرب 6 واتساوي قديش 12 تمام؟ عدد جزيئات الماء الناتجي من تفكك جزيئات الجلوكوز أنا يا أستاذي كمي كناتج نهاية حسب المعادلة 6 أتش توأ قلت لك تحسبها فبتقولي 2 ضرب يا أستاذي 6-12 طيب عدد جزيئات النات بي أتش المستهلكة في حلقة كالفين قديش عندي حلقة 4 4 ضرب 6 بتقولي 4 ضرب 6 وتسوي قديش 24 ليش ضربت بستة لأنه أنا في حلقة كالفين بحتاج 6 نات بي أتش تمام؟ فبضرب بستة صعب هالسؤال لو أجانب الوزارة ممتاز يلا آخر سؤال أستاذي عندنا 10 ATB تمام؟ هدول العشرة الATB تم إنتاجها بشكل إيش؟ مباشر من التحلق ليكوي طب أنا المباشرات بدي أحاول لغلوكوز بسرعة بتقولي 10 على مين يا أخوان؟ 10 أنا فاهم كل واحد لغلوكوز بيعطيني 2 ATB مباشرات على 2 إذن أنا عندي 5 غلوكوز الخمسة غلوكوز قديش حلقة 10 فأنا هاي 5 غلوكوز بيعطيني 10 بيروفيت 10 أكالبين طيب تعال نضرب يلا جزيئات الطاقة الناتجة بشكل غير مباشر في نفس المرحلة يعني في التحلق ليكوي قديش طاقة غير مباشر أنا فاهم الواحد ستة لما يكون عندك ست ضرب خمسة يا أستاذي وتساوي قديش ليش ضربت بخمسة؟ لأن يا أستاذي الطاقة الغير مباشرة بتحلقون ما 6 ATB صح ولا لا؟ فبضرب ستة ضرب قديش عندي غلوكوز خمسة رح تعطيني 30 طيب سؤال الثاني عدد جزيئات الATB الناتجة في حال تحويل البيروفيت هاي ندخلت لك أنا مين؟ هون أنا دخلت لك التخمر طيب أستاذ أنا قديش عندي غلوكوز خمسة طيب قديش الATB بتقولي خمسة؟ قديش دائما الواحد غلوكوز في التخمر؟ اثنين بعطيني ATB فبتقولي الإجابة إيش؟ عشرة إلى كحول إثلي وعدد CO2 الناتج من تحويل البيروفيت إلى حمض اللاكتك أستاذ أنا CO2 في عندي في حمض اللاكتك؟ صفر صعب يا أخوان؟ والله هاي أسئلة استنتاجية وأنا أصلا شرحت لكم إياها بمين؟ للطلاب اللي موجودين معي بالبطاقة أنا هاي شرحتها بالتفصيل الممل تمام؟ عشان تكونوا بالصورة تمام؟ فشرحتها بكامل تفاصيل وكيف ممكن تتعامل مع الأسئلة تدخلي فكرتين مع بعض ممكن يربط لي ما بين تنفس خلوي المشترك ما بين الجلوكوز إذا طلعت الجلوكوز بتقدر تطلع مراحل التنفس الخلوي بتقدر تطلع الحلقات هذا باختصار بس بدك تكون حافظ النواتج في كل مرحلة تمام يا أخوان؟ تمام طيب هيك يا أخوان أنا طولت عليكم شوي ولكن هيك بنكون خلصنا اللي هي الوحدة الأولى بكامل تفاصيلها وأفكارها فأنا هيني بتحداكم هسا اللي بتابع معاي وبفهم عليه شو أنا شرحتهم والله اللي يروح للوزارة في جيبته لصغيرة هاي الحسابات كفصل أول بشكلها إن شاء الله الحصة القادمة رح نبلش بآخر وحدة سهلة وبسيطة شوية حسابات شوية شغلات وبنختم كل الحسابات اللي ممكن تجينا عمين على الله يرضى عليكم على الفصل الأول لا تنسوا شباب الاشتراك بهاي القناة وأيضا شباب الله يرضى عليكم لا تنسوا تبعثوا هاي الفيديوهات لكامل زملائكم فبتمنى لكم كل التوفيق وربي يعطيكم ألف ألف عام اشتركوا في القناة